إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ويخعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتهوا إليه الوسيلة وجاهجوا في سمينه لعلكم تفلكون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا لكالاً من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلا فإن الله يتوب عليك إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء وأغفره من يشاء والله على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر